الأختم عادل تسأل عن حكم وجود دهن الخنزير في بعض المواد الغدائية وفي بعض المستحضرات التجميلية كيف تعرف أن هذا المستحضر أو هذه المادة الغدائية متكونة أو مجتملة على دهن الخنزير وهل تتجنبه وما تريد شيء من هذا هذا ينبغي أن ترجع إلى المكونات لأن كل مكون غذائي ينتج في بلد من البلدان الصناعية هو مرفق بمكونات الصناعية متكون من حليب من دهن نباتية من دهن حيوانية أقول إذا أرادت أن تتخلص من وجع الرأس في هذه المسألة تبحث عن المنتجات التي الدهون المجتملة عليها تكون دهون نباتية ابحثي عن الدهون النباتية ولا تقترب من الدهون الحيوانية لأن الدهون الحيوانية كما قلت كما قلت يحتمل أن تكون فيها دهون ميتة يحتمل أن تكون فيها دهون خنزير مع أنهم يكتبون لو أنت بتتبع وعندك من يعرف اللغة وكذا يكتبون كل شيء يكتبون لكن إذا أردت أن تتخلص من وجع الرأس كل شيء تشتريه احرصي عن يكون الدهون الموجود فيه دهون ناباتية وليست حيوانية وبعد ذلك زي ما قلوا كولي واستعملي وعيونكم غنضات